لما جاء لحضرتك العرض بأنك تاخد دور في عمل أمام الزعيم يعني كنت تتوقع الوصول للنقطة دي ورد فعلا كان إيه وقتها؟ ده خالص بالعكس أنا يعني لما جاءت عرض علي دور في مأمون الشركة تصد بيها الشركة وقال له يعزينك في مسلسل عدل الإمام مأمون الشركة فأنا أول كنت أول مرة أشتغل مع أستاذ عدل الإمام خالص وأول مرة أشتغل مع أستاذ رام إمام فجالي للترشيح وكده أنا فاكر أنه إيه يعني مشهد مثلا أو مشهدين في أول ثلاث حلقات لأنه هو اللي جالي المشهد اللي أنا حعمله اللي هو أول مشهد الظهور في المسلسل فقالت أنه ده المشهد اللي هعمله أستاذ أنا خلص يعني فالمهم أعدت في القوضة وأعدت جودت فيه شوية وبتاع جاله أستاذ رامي وكنت متصالح مع فكرة مشهد واحد في عمل أستاذ رامي بكامل في أنه هو يعني دور مع الزعيم وأول مرة أشتغل معي يعني حاجة الاختيار ذا بتنفسه كويس مش وحش فقالت الدور قدام أستاذ رام إمام وكده قدام عامله فرص فالأستاذ رام إمام قال لي لا صروت أو الموضوع مش كده خالص الموضوع أهدا من كده فعملته قدامه تاني فقال لي خلاص أوكي تمام ده هو أبداية السكة يعني وكلمت معه في تفاصيل وكلمت معه في حاجات فقال لهم هتوله الورق فأنا هتوله الورق ده فتكرت أنه هو مثلا إيه هتوله الحلقة عشان بقى أنا عارف المشهد ده فين وآخره إيه وبعده إيه فقالت حد دخل علي برزم قد كده فأنا قلت إيه برضو قلت إنك الأستاذ عايزني أقرأ المسلسل عشان أخش في موض المسلسل كله وأنا كده كده أسام مشهد عشان إيه عشان أنا عملت معه قدامه فرص فهو عايز لأ عايز يديني فقال لي قدامك أديه ترى الورق ده قلت له أسبوع يعني أرى الورق 30 حلقة المهم تمام روحت البيت فبفر في الورق فكل حلقة فيها راضي عبتها والمحامي راضي عبتها والمحامي راضي عبتها بالحلقة الثانية راضي عبتها بالحلقة الثالثة حلقة العشرة حلقة 25 حلقة 30 قلت يا نهار سوح ده دور بقى فقارت المسلسل مرتين في الأسبوع ده دي كانت اللحظة الأولى اللي عرفت فيها أنك واخد دور كامل مش مشهد واحد مش مشهد واحد وعرفت بقى تفاصيل الدور إنه هو كده كده هو المحامي بتاع مأمون وكده كده إنه هو بيلحقه من حاجات وكده كده إنه هو بيجيب لهم الموضوع بتاع السفير اللي عايز يشتري الفيلا وكده كده هو بيشتغل مع السفير بينقلب على مأمون وكده كده إنه هو بيرجع تاني المأمون وبيحاول إنه هو يرجع الحاجة تاني فهو يعتبر زي رومانت الميزان في المسلسل فلازم يتبقى على قد المسئولية يعني فهم والدور مع أستاذ عاد الإمام أي موصل طبعا بيبقى 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 يعمل مشهد مع أستاذ عاد الإمام ففجأة جالك دور مع الأستاذ عاد الإمام فبالتالي طبعا فيه رعب بس أنا أنا حسيت حاجة تانية يعني هو رعب بس مبسط يعني استمتع بقى يعني أنت جالك دور مع الليفل الأخيري الأخير يعني اللي هو الوحش زي ما بيقول فتبقى الدهلة إما تمشي منها بقى يعني تمشي من الشغالة خالص مش تبقى يعني مش تبقى تمسل حاجة تانية فقريت المسلسل المرتين وراحت إلى الأستاذ رامي إمام كلمت معاه في كل التفاصيل كلمت معاه في النظارة ذات نفسها بتاعت الشخصية قبل ما يختني وبعد ما يختني شكلها عمل إزاي اتكلمنا في تفاصيل حتى الساعة يعني الساعة يبقى لونها فضي مثلا قبل ما يختني وتبقى شكلها يعني شوية لما يجي يختني هيبقى فيه ساعة دهبي وفيها فصوص وفيها حاجات تغيرات الشخصية مع الحالة المحامي في الأول خالص هتبقى شنطة جلدة عدية بعد كلمت ما يجي يختني هتبقى شنطة سامسنايت بتتفتحه البدلة ألوانها قبل ما يختني بتبقى عاملة إزاي ألوانها بتبقى عاملة إزاي بعد ما يختني هتبقى عاملة إزاي كل التفاصيل أه الحاجات دي كلها طريت كلامه قبل ما يختني وبعد ما يختني هتبقى كلمت ففلوس دي هذا أثير أكيد يعني ففي تفاصيل فيه حاجات أنا بحب أشتغل على الكاركتورات اللي كده أو بحب أشتغل على الشخصيات اللي هي فيها تفاصيل طب عندي سؤال أستاذ عاد الإمام أول مشهد بقى كان بينك وبينه كان ازاي بالنسبة لك وهل فيه تعليقات معينة قالها لك أستاذ عاد الإمام خلال العمل بص أول مشهد لي في المسلسل أول مشهد يعني مع عاد الإمام يعني لسه بقولي يا هادي أول مشهد مع عاد الإمام وفي المسلسل أول مشهد معاه كان اللي هو المشهد اللي هو بقوله أنا جايب لك مصلحة كبيرة وجايب لك أن فيه حد عايز يشتري منك الفيلا بربعين مليون جنيه فكان المشهد بالضبط أنا بيقول أربع جمل والأستاذ عاد الإمام بيقول جملة بعد كده أنا بقول أربع جمل بعد كده جملة أنت بطل المشهد فالمفروض أنا بحافظ فأنا قلت أنا مليش دعوة أنا بحافظ أقول المشهد من أول مرة خالص ومسل أنا مبسط يعني كده كده أول مرة أشوفه وأول مرة أتعامل معاه فمبسط طبعا يعني بس طبعا جواك أنت عملت بس قلت يا أستغلي ده في اللي أنا أبقى كويس فعملنا بروفا على المشهد أنا وأستاذ عاد الإمام وكان معنا أستاذ رمي إمام ويف فبعد ما خلصنا بروفا رح بص أستاذ عاد الإمام لرمي إمام قال له إيه ده ده عفريت تجيبته منين قال عليك عفريت فأنا من جواه اللي هو عفريت ده اللي هو ده حلو ولا وحش ولا إيه ولا هو طب هو النهارده ما كانش عايز يعمل حاجة ولا حاجة يعني عارفة اللي هو اللغبطة دي بعد كده عملنا أول تيك وخلاص بينين الكاميرات عشان نأخذ الزاوية بقى تبسل زعد الإمام فقعد جنبه على الكنابة فقال لي صارت أنت مصرح صح قلت له مصرح يا زعيم وحضرتك جئت لنا أهوة سادة بس يفتكر إحنا كنا 35 وقت فمش هتفتكر مين اللي سلم عليك أكيد فقال لا باين أنت مصرح يعني واضح أنت روح تشارية المشهد من أول مرة وقعد يهرج معاه شوية بعد كده كان فيه بقى بنا تفاصيل كويس تفاصيل حلو قدي إنه هو ممكن يقعد مع ممثل عشان يعمل معه عشان نحن داخلين دلوقتي نعمل ثلاث مشاهد أو أربع مشاهد فكنت أجي مثلا من الصبح أروح أسلم عليه فبيقول لي تعالى عض فنقعد نقرأ الأربع مشاهد اللي احنا هنعملهم أو الخمس مشاهد اللي احنا هنعملهم بتفاصيلهم بحاجاتهم ويديكي من لحظات ويقول لك لا تب ما هو ممكن يقول كده عشان هو قال كده قبل كده ولا أنت شافي فقال لا صح انت بيكلمه صح فكان بيعلمني حاجات برضو وكان بيقول لي على تفاصيل بتنفع الشخصية وبتخليه هو ذك نفسه يمثل حلو يعني كده نجوم في عالم الكوميديا طبعا حضرتك الليفل خلاص أستاذ عاد الإمام فالباقي كله المواضيع هتبقى بسيطة وسهلة بالنسبة لك ولكن شايف حضرتك أنه المساحة مستقبلا تسمح بأنه يظهر نجوم وأسماء كبيرة تعادل اسم أستاذ عاد الإمام أو تعادل هذه المدارس العريقة من خلال الأدوار والتسلسل اللي موجود دلوقتي بسي أنا تمنى أنه هو يحصل فيه ناس زي مثلا الأستاذ عاد الإمام زي أستاذ محمود عبد العزيز زي أستاذ أحمد الزاكي ولكن أنا أعتقد والله أعلم أنه هو السينما اللي جاي أو التلفزيون اللي جاي أو المسرح اللي جاي مش هيتمد على موضوع النجم الواحد هيبقى موضوع أنه هو فيه كذا نجم موجود في العمل وده من وجهة نظري أنه هو مستر سين شغلانا أنه هو هي أساساً لعبة جماعية أن العمل هو البطل أعمل زي لعبة الكورة أو ماتش الكورة فبالتالي ما ينفعش أنه هو الجن يجي له الكورة فيقعد يجري من أول ملعب إلى آخر الملعب عشان يجي بجون لازم يبصيها الدفاع وبكاله نص الملعب وبكاله نص الملعب يديها للهجوم فده أعتقد اللي حيبقى موجود أتمنى طبعاً أنه يبقى فيه أسامي عندنا زي أستاذ عد الإمام زي أستاذ أحمد الزكي أستاذ محمود عب عزيز الأساميك كبيرة دي بس أعتقد يعني